مرحبا بالجميع وصفة طبيعية أم فارس وفيديو جديد اليوم هعمل معاكم الصابون المغربي كيف تعمل الخلطة تبعه وبيطلع لك الوصخ كتير جاني هذا السؤال الأخوات اللي سألوني أم فارس احنا بنروح الحمام المغربي وما بيطلع لنا الوصخ اليوم حديكم الخلطة اللي تعملوها مع الصابون وما في داعي لأي تبريمة وحتشوفوا جسمكم ما شاء الله ما يوقف من الوصخ ويلا نتعرفوا على المكونات أول مكون حبيباتي حتتاخدوا قطعة صغيرة من الشب وحتضقوها في الهول أو اللي عندها مسحنة تعملها في المسحنة وتخليها نفسي البودر ما في داعي حبيباتي اتغربيلوها بجد يا بنات الوصخ لي في الجسم ما حيوقف بالمرة وتعملو الحمام المغربي غير في البيت وحتشوفوا ما شاء الله كيف بيطلع هذاك الوصخ من الجسم كملوا الفيديو للآخر الأخوات اللي ما عملين عندي الشراك في القناة تعملوا عندي الشراك في القناة فضلا وليس أمرا وما تنسوا حبيباتي لايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد في جديد وصفات طبيعية ام فارس زي ما انتم شايفين هذا هو الصابون المغربي الصابون في انواع كتير هنا جبت الصابون المغربي اللي هو معمول بزيت الزيتون فيه اللي بدم الغزال وفيه اللي بنيل الزرقاء وفيه الصابون اللي بيكون عادي بجد يا بنات هاي الخلطة كتير رائعة الخلطة اللي حعمل معاكم اليوم بتعملوها تقريبا اربع مرات بتخلطوها وبتعملوها في اي برطمان زجاج وكل ما تكونوا بتستعملوا الحمام بتاخدوا الكمية اللي تكفيكم في جسمكم انا اخدت هذا الصابون المغربي مخلوط بالزيت الزيتون زي ما انتم شايفين ما ضروري حبيباتي نفس النوع ممكن تاخدوا الصابون البلدي المغربي العادي حتى بتيجي معاه الليفة زي ما انتم شايفين انا اخدت تقريبا من الصابون البلدي اتنين معالق كبار حناخد اتنين معالق كبار وحنزودهم على هداك الشاب اللي انا طحنتوا خليكم لاخر الفيديو عشان تزبطوا الخلطة بجد يا بنات ما حتستغنوا عليها هذه هي الخلطة تبعي المفضلة لبعملها انا شخصيا وتعملوا الحمام المغربي غير في البيت حنضيف عليها النيلة الزرقاء لما توفر عندها النيلة الزرقاء تضيف النيلة الزرقاء وتضيف معاها دم الغزال ولما عندها النيلة الزرقاء او ما عندها دم الغزال يكفي ان تصحن الشاب مع الصابون البلدي حنخض معلقة صغيرة من النشاء الدرة وآخر مكون هو ماء الورد حنخض تقريبا معلقة كبيرة من ماء الورد عشان نخلط بها دوك المكونات اللي احنا عملناها ما تخليوا يا بنات المكون خفيف لأن أول ما حنخلطوا هذا المكون بنجيبوا برطمان زجاج وتحطوا في هاي الخلطة وكل ما تكونوا حتستعملوا الحمام بتعملوا على الجسم الأخوات اللي سألوني كيف نعملوا يا أم فارس الحمام في البيت المغربي انتظروني إن شاء الله الفيديو القادم وأنا هعمل معاكم الحمام المغربي وغير في المنزل واللي حابة تشوف فيديوهاتي السابقة أنا شارح الحمام المغربي في المنزل بالكامل بتمنى يعجبكم هذا الفيديو والأخوات اللي ما عمليش عندي اشتراك في القناة تعملوا عندي اشتراك في القناة فضلا وليس أمرا وما تبخلوا علي حبيباتي بلايك وزي ما انتم شايفين أو أصبح معانا الصابون جاهز أجيبوا برطمان زجاج وضعوا في هذه الخلطة تبع الصابون المغربي وبقول لكم مع السلامة اشتركوا في القناة